أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع 29 اتفاقية تعاون ومذكر التفاهم مع شركات تتبع الاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو جاء ذلك في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لقد جاء سعي مصر لعقد هذا المؤتمر في ظل إيماننا العميق بأهمية مواجهة الاتحاديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه وعلى الرغم أننا نواجه العديد من التداعيات التي لا يمكن انكرها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات وعلى رأسها طبعاً كوفيد 19 قد حرص على استعاب وامتصاص هذه الأزمات بقدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر